على درب الاستمرارية يواصل رئيس الجمهورية تشهيد الجزائر المنتصرة وسط تحديات تعتري العهدة الثانية من مصاري إصلاحات سياسية باشرها أعادت للجزائر بريقها الدولية وغيرت الوضع الداخلي وفق مقاربة تتصدى للتوترات التي تطبع التعقيدات الإقليمية وعمق الأزمات في دول الجوار أهم التحديات ذات البعد السياسي للرئيس الآن في المجال السياسي هي على المستوى الداخلي الوطني وعلى المستوى الخارجي أيضا لأن عندما نتحدث هنا يجب أن نتحدث عن استمرارية واستدامة السيادة الوطنية التي تؤتى حقيقة بقوة القرار السياسي والفعالية السياسية الجزائر أصبحت تتكلم لغة سياسية مغايرة تماما على العقود السابقة في علاقاتها مع الدول الجانب السياسي الدبلوماسي رئيس الجمهورية الذي رفع سقف التحدي عاليا وعد ببلوغ ناتج محلي إجمالي يصل إلى أربعة مئة مليار دولار في آفاق سنة 2027 لتكون سنة اقتصاد بامتياز استكمالا لمصار إنجازات ترمي إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وغيرها من المكتسبات نتحدث عن العديد من الملفات الاقتصادية القوية التي يريد من خلال تفعيلها رئيس الجمهورية والارتقاء بها إلى مستويات الإنتاجية القسوى بجودة ونوعية وغير ذلك من معايير الاستثمار والتطوير المؤسساتي إلى أن يستهدف الوصول إلى ناتج محلي وطني أربعمائة دولار في الوقت الذي نحن نتحدث عن 200 مليار دولار الآن لذلك سوف يكون هدفا مضاعفا هو مناء الأهداف الأساسية الآن في المرحلة القادمة فوز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعهدة ثانية نابع من إرادة شعب يريد استكمال إنجازات وضع الرئيس حجر أساسها وتجسيد ما بات أقرب إلى الواقع من الخيال ترجمة نانسي قنقر